بعد تحرير إسرائيل لرهينتين إسرائيليين كيف ينظر من قبل الرأي العام الإسرائيلي إلى هذا التطور؟ هل هناك أمال بتحرير المزيد مع تكثيف هذه العملية في رفح؟ نعم فضيلة أولا هناك عموما ارتياح عام في إسرائيل لنجاح هذه العملية العسكرية كل عملية تحرير لمحتجزين من قطاع غزة بالنسبة للشارع الإسرائيلي هي تقدم مهم وهي تقدم يعني يؤدي إلى ارتياح لدى الشارع لكن هذا لا يعني بأن الشارع الإسرائيلي كله يؤيد الاستنتاجات التي بنيت على هذه العملية بالنسبة للشارع الإسرائيلي أو على الأقل الأغلبية منه التي تؤيد الوصول إلى صفقة مع حركة حماس أو على الأقل إجراء مفاوضات جدية هذا القسم يرى في العملية العسكرية هي استثناء أدى إلى تحرير محتجزين لكنه ليس قاعدة يمكن البناء عليها مستقبلا في قضية تحرير كل المحتجزين الإسرائيليين الشارع الإسرائيلي بأغلبية هواعين بأن هذا غير ممكن فعليا وأن ما حدث بالأمس كما قلنا هو الاستثناء وليس القاعدة لكن طبعا هناك اليمين الإسرائيلي وهناك رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يحاول البناء على حادثة الأمس للقول بأنها ستكون النهج الذي ستتبعه الحكومة الإسرائيلية في تحرير باقي المحتجزين أو على الأقل ممارسة مزيد من الضغط العسكري على حركة حماس على أساس أن هذا يؤدي إلى تحرير المحتجزين هذا ما يقوله رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيانه للتعقيب على هذه العملية وهو أيضا يرى في هذه العملية ربما مبررا لعملية أوسعة العملية الواسعة التي يريدها نتنياهو في منطقة رفح وبالتالي مجرد حدوث هذه العملية في منطقة رفح بالنسبة لنتنياهو من وجهة نظره هي إثبات على وجود المحتجزين الإسرائيليين في مدينة رفح وبالتالي مبرر لإجتياح المدينة طبعا كما قلنا هناك اختلافات في ردود الفعل لدى الشارع الإسرائيلي حسب البناء على هذه العملية بالأمس أيضا كانت هناك محادثة هاتفية بين نتنياهو والرئيس الأمريكي تناولت هاتين القضيتين بالضبط قضية المحتجزين الإسرائيليين والعملية العسكرية في مدينة رفح الرئيس الأمريكي أخبر نتنياهو بأنه لا يريد أن يرى الجيش الإسرائيلي يجتاح رفح دون إيجاد حل للسكان أو المواطنين الفلسطينيين الموجودين في منطقة رفح وفقا لما يقال في إسرائيل فأن رئيس الوزراء نتنياهو أخبر الرئيس الأمريكي بأن هناك منطقة شمالية رفح يمكن إجلاء المواطنين إليها لا أدري ما الذي يقصده نتنياهو بهذه المنطقة ربما يقصد منطقة المواصي التي كان منذ البداية الجيش الإسرائيلي يقول بأنها قد تكون المنطقة الآمنة للسكان في جنوبي القطاع لكن هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها نحو 17 كيلو مترا لا تكفي لاستيعاب كل السكان في منطقة رفح ترجمة نانسي قنقر